السلام عليكم يا شباب قبل كل شيء اضغط لايك الفيديو واذا ما قد تشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس اليوم جاب لكم طريقة ارجاع تطبيق مخفي على الشاشة الرئيسية لحاتف ايفون يعني انت ثبت تحمل تطبيق من ابي ستور فاتفاجأت ان التطبيق مثلا تطبيق حاتف تطبيق رسائل او اي لعبة او اي شيء مش موجود في الشاشة كيف تسترجعها الى الشاشة اوكي نروح للشر اول شيء يا شباب حتى ترجع تطبيق الى الشاشة اول شيء لازم تتحقق ان التطبيق مثبت او لا انت تسمى تطبيقها ولا لا كيف نروح للشر اول شيء نروح تطفح تفتح تطبيق تطبيق ابي ستور بعد ما تفتح تطبيق ابي ستور اوكي اكتب اسم التطبيق هنا مثلا انا كتبت متصفح سفاري سفاري مثل ما تشوفون سفاري اوكي ناس ما تشوفون بجانب سفاري اذا حصلت كلمة فتح او كلمة تحديث ناس ما تشوفون كلمة فتح او كلمة تحديث يعني التطبيق موجود ومثبت في جهازك اوكي اما اذا كان موجود كلمةiedzieć يعني الحصول عليه لازم يعني التطبيق مش مثبت بس اضغط على التطبيق get ورح يثبت التطبيق ورح تظهر في الشاشة اوكي افرض ان التطبيق مثبت مكتوب فتح مكتوب تحديث اوكي الحين انتقل الى الحلول الكيفية ارجاع التطبيق الى الشاشة الرئيسية طبعا في عدة طرق وحلول لارجاع التطبيق اذا كان متثبت الى الشاشة الرئيسية رح اشرح لكم كلها بشكل مفصل اوكي اول طريقة يا شباب هو انك تتحقق من المجلدات التطبيقات شو يعني مجلدات التطبيقات يعني مثل ما تشوفون عندك مجلد بهذه الطريقة اوكي فيها داخلة في عدة تطبيقات اذا كان عندك مجلدات ابحث عن التطبيق اضغط على المجلد وابحث عن التطبيق يمكن متخفي في المجلدات اوكي اذا ما حصلت في المجلدات روح للطريقة الثانية الطريقة الثانية يا شباب تتحقق من اعدادات تتحقق من يعني مكتبة التطبيقات وين مكتبة التطبيقات؟ تروح على اليسار اذا كان لغة جهازك بالعربية واذا كان لغة جهازك بالانجليزية تروح ليمين اوكي روح ليمين او يسار اخر شيء بتحصل مكتبة التطبيقات اوكي هذا هو مكتب التطبيقات الحين حتى تبحث عن التطبيق تشوف تسترجع الى الشاشة كل ما عليك انك تكتب هنا تضغط على هذا تكتب تضغط على هذا الخيار رح يعطيك جميع التطبيقات بالحروف الابجدية يعني مثلا تطبيق تيك توك تبحث عن حرف ت مثل ما تشوفو تبحث عن حرف ت تضغط على ت رح يطلع لك مثلا حرف د رح يضحط يمي التطبيقات اللي باسم د اوكي الحين ابحث عن التطبيق او تكتب اسم التطبيق هنا اذا تعرف اسم التطبيق وراح يطلع لك اوكي اذا كان طلع لك اسم التطبيق كل ما عليك انك تضغط على ضغطها مطولة واسحب بهذا الطريقة الى الشاشة الرئيسية بهذا الطريقة تم اضافة التطبيق المخفي على الشاشة اوكي اه طبعا افرض مثلا افرض يعني على الحين مثلا السفاري شوفو تطبيق سفاري اوكي اذا كنت اكتب في البحث اكتب سفاري او اضغط على حرف الناس ما تشوفوه كلمة اس اوكي رو حاضغط على كلمة اس سين سين ما في تطبيق باسم سين لو اكتب سفاري شوفوا ما يطلع ما يطلع التطبيق يعني التطبيق بعده مخفي يعني مش موجود حتى اذا رحت متصفح لو فتحت فتحت تطبيق الناس من شوفون التطبيق موجود مكتوب فتح ولكن عندما ابحث عن التطبيق اكتب هنا اسم التطبيق ما يطلع التطبيق مخفي طبعا كيف تسترجعها افرض ان التطبيق مش موجود روح للطريقة الاخرى كيف الطريقة جدا سهل تروح تفتح العدادات اوكي الحين تروح لل تنزل لتحت هنا بتحصل مدة استخدام الجهاز نش ما شوف بعد ما تكتب مدة استخدام لتضغط على مدة استخدام الجهاز انزل لتحت هنا بتحصل قيود المحتوى والخصوصية اوكي لما تضغط على هذا الخيار اوكي هنا بتحصل التطبيقات المسموحة بها اضغط عليها اوكي الحين ناس ما تشوفون هنا بتحصل التطبيق اللي مخفي اللي مش ظاهر في الشاشة بتحصله على الجنبة معطل بهذا الشكل فعل هذا الخيار لما تفعل هذا الخيار خلاص الحين التطبيق رح تظهر في الشاشة الحين لو تكتب هنا سفاري ناس ما تشوفون رضحر لنا يعني شوفوا كتبت سفاري ضحر لنا شوفوا لاحظوا اوضح الكاميرا بس سفاري اوكي الحين مثلا اذا ابحث عن افتح مكتب التطبيقات ان انا اضغط بهذا الطريقة ابحث عن كلمة سين اوكي السين هذا هذا سفاري ضحر لنا هذا هو بس تسحب بهذا الطريقة تسحب تضغط علي ضغط مطولة راح يتحطه في الشاشة الرئيسية بهذا الطريقة تم اضافة سفاري في الشاشة الرئيسية التطبيق اللي كان مخفي طبعا عدة طرق للظهور لإظهار التطبيقات المخفية في شاشة الايفون هذا هو يا شباب اذا عجبك المقطع ضغط لايك الفيديو اذا ما قد مشترفقنا اشترفقنا وفعل بس يا شباب ما عندي شرح ثاني طبعا اذا كان مشكلة ايضا تطبيق ظاحر ارجع للخلف اوكي هنا بتحصل نفس الخيار تضغط على مدة استخدام الجهاز افن مدة استخدام الجهاز اوكي هنا بتحصل قيود المحتوى والخصوصية حاول انك تعطل هذا الخيار هذا الخيار تعطله كامل رح يرجيل كل المشاكل التطبيقات اللي يختفي اللي فيه قيود اللي فيه مشاكل بهذا الطريق رح تحل المشكلة بس يا شباب هذا هو المقطع اضغط لايك الفيديو اذا ما قد مشترف اشترف قناة وفعل السلام سبس مع السلام